الفضايا عليها عني فتبدأ بقى حاجة الشابية الاول مش سيئة الفتر ولا حاجة واضح ان حاجة عايزاني في حاجة مهمة فعلا انت ليه بتتعمل معانا بالحاسية دي يا دكتور انا؟ ايوة طبعا معانا اعتبرناك صديق لأسرة امين وصديق مهم جدا كمان يا فنم ده شرف كبير ليه والله حد يتقول برضو صداقة الوزراء ومحبة الحكومة هكلي بتقول لي كده والله ايضا للناس طول الوقت بتلومني على العشوائية اللي انا بتعامل بيها مع المراكز والمقامات الرفيعة اللي زي حضراتكم بس ده طبعا من حبي والله طب ليه حضرتك مترجمتش الحب ده بطريقة افضل من كده حب؟ ايه الوليه المهبوشة دي؟ تكونش وقت من الكلمتين اللي قلتهم لها قبل العملية؟ دكتور سلمان حضرتك صرحت ولا ايه؟ لا معلش يا فنم انا آسف والله انا اصلي انا اصلي في ظروف صعبة اول من دول ويعني تماغي مشوشة كده حيكوتي بتقول ليه بتكلم في نفس الظروف الصعبة لحدتك كنت بتكلم فيها دلوقتي ما ولو فيه بيننا ود وعشا محيي ما كنتش استنيت الفترة دي كلها من غير ما تطلب مننا اي مساعدة في مشكلة شهد الخطيرة دي اه فهمت اه بس يعني افني بالكلام ده لو كان فيه مشكلة اصلا هو الحمد لله ده لبس ان شاء الله موتر بسرعة وحينته على خير يعني ما ارضتش ان انا اشغل شخصية حساسة ومهمة زي معالي الوزير بمشكلة عابرة زي دي عابرة؟ هو حدرت متصور ان انا مقدرش اعرف ابعاد قضية زي دي بمكلمة تليفون هو حدرت اتكلمت حد؟ ملحقتش اكلم حد يا دكتور الدكتورة شهناز هي اللي اتكلمت معاي ولما كانش موقف شهد خطير للدرجات دي ما كانتش لجأيت لي انا مراتك زكية جدا يا دكتور بتعرف تيس حجم المشكلة كويس قوي وتحدد تلجأ لمين؟ اظهر ان حدرتك اللي مش واسق في قدراتي جميلة يا دكتور سليمان واللي عملته مع امين مطوق رابطنا اطلب مننا اي حاجة مش ممكن يا مستر نديم سدقني ما ينفعش انتو كده بتحملوني لود مقدرش هستحمله ازاي بس دي بنتي الوحيدة ملهاش حد في الدنيا غيري ازبها زي في ظرف زي ده واسفر اخر الدنيا ما يكفوش طبعا هعمل ايف تلتاشر يوم دي النيابة افراجت عنها افراج مؤقت على زمة القضية وهرت جدا يستدعوها في اي لحظة ويقبضوا عليها كمان اصفرها ازاي ودي قضية رأي عام والدنيا مقلوبة جوزي جوزي مين اللي ههتمد عليه في كرسة زي دي؟ انت مش عارف اللي فيها؟ ممكن افهم ايه اللي انت عملت ده؟ ها؟ معلش يا فندم ساعة وحكلم سيادتك تاني مرسي اجي مع السلامة